بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنبدأ موضوع سبق أن تطرقنا له وهو صنع إطار صورة تعرفنا في الحصص الماضية على صنع إطار صورة وقمنا باستخدام الأصداف وأيضا أشياء مختلفة أو خامات مختلفة اليوم أيضا سنكمل نفس الموضوع وسنصنع إطار صورة لكن سنستخدم خامات أيضا مختلفة إذن سيكون درسنا رقم أربعة في البداية سنذكر له أداب الدراسة عن بعد وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر تعتبر جلسة صحيحة يجب أن تجلسها أثناء الحصة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة أيضا أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح وأكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أتبع التعليمات بالتسلسل المقصود بالتسلسل الترتيب أو التدرج بحيث المعلمة تبدأ بشرح الخطوة الأولى وعندما تنتهي أبدأ بتنفيذ هذه الخطوة وعندما أنتهي أنتظر حتى تنتقل المعلمة إلى الخطوة الثانية وتبدأ بشرحها ثم أبدأ بتنفيذها أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة اليوم سنستخدم آلة حادة وهي المشرب وأيضا سنستخدم الصمغ الكهربائي الذي يعتبر آلة حارة وغير آمنة لاستخدامها مع الطالب لذلك لا بد أن تكون هذه الخطوات بإشراف ولي الأمر لذلك لا بد أن يكون بجانبك أثناء الحصة في الأخير كما عودناكم لازم أنه بعد الانتهام من أي نشاط أن ننظف المكان الذي استخدمناه نعيد الأدوات إلى مكانها الصحيح ونتخلص من الأدوات المستهلكة التي استخدمناها ولم نعد بحاجة لها ونرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان نأتي الآن لدرسنا اليوم اليوم سنتعلم صنع إطار صورة بكرات القطن الملونة مثل الصورة هذه عندي كرات قطن ملونة أو أني أستخدم العيون البلاستيكية لتزيين إطار هذه الصورة طبعا سبق وتعلمنا صنع الإطار في الحصص الماضية واستخدمنا أيضا خامات مختلفة اليوم سنستخدم خامات جديدة لصنع هذا الإطار إذن هدفنا العام أن يصنع الطالب والطالبة إطار صورة باستخدام كرات القطن الملونة والعيون البلاستيكية عندنا الأهداف القصيرة أن يعدد الطالب والطالبة الخامات المستخدمة في صنع إطار الصورة أيضا يسمي الشكل الهندسي لإطار الصورة قد يكون بشكل دائرة قد يكون بشكل مربع أيضا يميز أحجام العيون البلاستيكية هناك أحجام صغيرة وكبيرة والخطوة الأربعة والأخيرة هي أن ينفذ الطالب والطالبة خطوات صنع إطار الصورة باستخدام كرات القطن الملونة والعيون البلاستيكية طيب ناتل تسمية الأشكال الهندسية خذناها مسبقا عندي الشكل الأول مثلث ثم الشكل الثاني مربع ثم الشكل الثالث دائرة ثم الشكل الرابع مستطيل ودائما نكرر أسماء هذه الأشكال في كل حصة سواء في حصات الرياضيات أو حصة التربية الفنية لذلك لا بد أن تحفظ أسماء هذه الأشكال وتتدرب على رسمها في المنزل طبعا دائما نذكر أن الأشكال الهندسية ليست تقتصر على الأربع أشكال الموجودة على الشاشة هناك أشكال أيضا مختلفة لم نتعرف عليها في حصة التربية الفنية وسميت لكم بعض الأشكال التي هي مثل السداسي والخماسي والمعين والبيضابي وغيرها من الأشكال الهندسية اليوم بإذن الله سنستخدم إطار صورة على شكل مربع على شكل مربع في الحصة الماضية استخدمنا الشكل الهندسي دائرة وأيضا نستخدم الشكل الهندسي مربع في رسم إطار الصورة اليوم بنستخدم أيضا مرة أخرى الشكل الهندسي مربع طيب ما هي الأدوات اللي رح أحتاجها أولا سأحتاج الصمق الكهربائي وكما نوهت في بداية الحصة أنه لا بد أن يكون بإشراف ولي الأمر أيضا عندي خيوط الصوف وعندي العيون البلاستيكية طبعا العيون البلاستيكية تكون حجامها مختلفة فيه شيء منه صغير وفيه الكبير تختار الحجم المناسب لك عندي الكرتون أو قطعة فلين وعندي المشرط وكرات قطن ملونة طيب الآن نأتي لي التطبيق العملي ليصون إطار الصورة عندي هنا قطعة كرتون أبدأ أرسم عليها خطوط الإطار من الخارج ثم أستخدم المشرط لقص قطعة الكرتون طبعا أنا قبل الحصة قمت بقص قطعة الكرتون مسبقا على الشكل الهندسي مربع باستخدام المشرط لاستفادة من الوقت في الحصة طيب الآن نبدأ رأسا باستخدام الخامات اللي رح نطبقها سواء اللي هي العيون البلاستيكية لاحظوا هذه الأحجام عندي أحجام كبيرة وعندي هنا أحجام صغيرة لو تلاحظون الفرق بين هذا الحجم وهذا الحجم هنا عندي حجم كبير وهنا حجم صغير حجم صغير وكبير أختار الحجم المناسب أنا رح أختار الحجم الكبير منها لذلك سأستخدم العيون البلاستيكية ممكن تجي بعضها ملونة بألوان مختلفة منها الأخضر منها الأصفر منها الأحمر أختار اللون اللي أحب أنا ممكن أختار اللون الأخضر بحيث أنه يناسب لون قطعة الفلينة اللي أنا قمت بقصها وممكن أنا آخذ معها زيادة اللي هي كرات القطن الملونة أختار لون آخر من هذه الكرات وأدمجها مع العيون البلاستيكية طيب خلوني الآن استخرج العيون اللي باللون الأخضر اللي رح أستخدمها ورح أستخدم من الكرات مثلاً اللون الأحمر طبعاً ليس شرطاً تستخدم نفس الألوان اللي أختارتها المؤلمة تختار أنت الألوان اللي تحبها وأتفضلها طيب نبدأ الآن باستخدام الصمغ الكهربائي أضع على زوايا الإطار العيون البلاستيكية وأبدأ بالضغط أيضاً الزاوية الأخرى كل زاوية أستخدم فيها الأعيون البلاستيكية بعدها أستخدم في الأسفل أيضاً قطعة من هذه الأعيون لاحظوا عندما أستخدم الصمغ الكهربائي تظهر عندي بعض الزوائد من الصمغ لذلك أحاول أنظف الإطار من هذه الزوائد ثم أبدأ بإكمال العمل طيب الآن انتهينا من تثبيت العيون البلاستيكية اللي اخترناها اللي تكون مناسبة للون الإطار اللي باللون الأخضر نبدأ الآن بتثبيت اللي هي كرات القطن الملونة نبدأ بوضع كرات القطن في الأماكن الفارغة بإمكانك أنك تكمل بنفس الطريقة العيون البلاستيكية أو أنك تترك كله كرات قطن منولة أنا حاولت أدمج الخامتين مع بعض اللي هي العيون البلاستيكية وكرات القطن الملونة طبعاً اللون ما تروك لك عزيز الطالب تقدر تختار اللون اللي تحبه في كل مكان أبدأ أضع كرات القطن الملونة تبقى عندي قطعتين كل مرة أحاول أزيل بقايا الصمغ التي تظهر حتى يكون إطار الصورة بشكل نظيف أكمل آخر قطعة من الكرات الملونة بعدها يأتي دور اللي هو خيط الصوف لتثبيته من الخلف كده أنهيت الإطار الآن أقلب الإطار وأثبت اللي هو خيط الصوف أكتر الخيط إما باستخدام المقص أو المشرط طول المناسب اللي أنا أحتاجه وأبدأ أضع الصمغ على طرف الإطار وأثبت خيط الصوف وأترك الصمغ حتى يجف كده يكون أنهينا تطبيق الإطار باستخدام خامة العيوم بلاسيكية وقرات القطن الملونة هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزاء الطلاب والطالبات كات معكم المعلمة أمل التمامي بإمكانك الآن عزيزي ولي الأمر تعميم المهارة في المنزل بتمثيل إطار صور مختلف وتستخدم الخامات المتوفرة في البيئة المنزلية سواء الخامات التي استخدمناها اليوم وهي كرات القطن الملونة أغطية العلم البلاستيكية الأصداف العلم البلاستيكية أوراق كل هذه تستخدمها كخامات لتزيين إطار الصورة مع تقديم المساعدة التي يحتاجها الطالب وتقديم التغذية الراجعة وعبارات التحفيز والثناء كات معكم المعلمة أمل التمامي أراكم بإذن الله في الحصة القادمة مع السلامة